في حلقة جديدة نتابع فيها آخر التسريبات على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022 نحكيوا على تسريبات خطر توسام بلومو مزيل إلى حد الآن ما تمش الأعلان بشكل رسمي على قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2022 هاو كفما تسريبات تم بعض زيادات وضراءة بالستراء فيها جسد نبض خلينا نشوف الشيرة عشنا ويقول يقبلها ولا لي يتجاوز الصدمة بتاع القرارات هذية ولا لي ومبعد كنها بتوع على قليب ده هو تجاوزك الصدمة هذيك التسريبات اللي سمعنيهم فما برشة زيادات بش تزير من بينهم رفع الدعم على عدة مواد انك كنتي كتمشي بش تخلص في الكيسة مثلا في المغازات ولا المحلة التجارية الكبرى تخلص اكثر من خمسين في المئة مثلا امجي ولا مونوبري ولا جيون ولا الي هو تخلص مثلا تفوت خمسين دينار تحط ستة ميت فرنك في الكيسة ضريبة هذا بتبعط الحال الى شين بعد ذراءة باخرى من بينها انه زيادة خمسة عشر في المئة على سوم الذينيات بالنسبة للكراهب نلقاه زيادة خفض الاجور وترفيع الاسعار واجراءات جبائية اخرى هذ كان في وثيقة حكومية مسربة شنوالي فيها الوثيقة هذية هي وثيقة تحصلت عليها وسائل علي تكشف ان الحكومة تونسية حكومة نجلة بودن تتوقع انه يكون الانعكاس الميلي للاجراءات الجبائية اللي تعتزم انه تاخذ الاجراءات هذه في حدود 1881 مليون دينار الوثيقة تشيري لانه الحكومة تتوقع توفير 781 مليون دينار من اجراءات جبائية جديدة خلال سنة 2022 300 مليون دينار من مداخل غير جبائية اضافية و500 مليون دينار يعني 500 مليار بفضل اجراءات اخرى الوثيقة تتضمن زيدة خفض كتلة الاجور اللي تنوي حكومة نجلة بودن تطبيقه من خلال تجميد الانتدابات اصلا هي مجمدة الانتدابات من 2015 ما فهميش انتدابات تجميد الانتدابات اللي بشيوفر يوفر معناها مبلغ 415 مليون دينار تجميد الاجور اللي بشيوفر 1060 مليون دينار التقاعد المبكر اللي بشيوفر 84 مليون دينار التمكين من المغادرة الطوعية مع منحة للي اعمارهم بين 50 و 57 سنة مع مرتبات صافية الـ 24 شهر والتمتع الحيني بجراية التقاعد وايضا المغادرة الطوعية للي عندهم 5 سنوات اقدمية مع منحة تسوي مرتبات 48 شهر صافية وهذا اللي بشيوفر تقريبا 641 مليون دينار هذه كلها معنى تخطط حكومة نجلة بودن انها توفرهم لميزانية الدولة نلقاو ايضا انه فما التوجه الى الترفيع في اسعار التبغ والمشروبات الكحولية اللي الوثيقة هذية زادة يعني تبين اللي بشي تم الترفيع في المواد هذه الى جنب مواد اخرى لو مش كان هذية اكهو الترفيع زادة في سوم العمرة اللي من 7 ملايين ولا 9 ملايين هذية كونفور على الاخر وإلا من 4 ل7 اذا كان يعني عمرة عادية نلقاو زادة انه مقترحة الحكومة الاتحاد الشغل لتجميد الانتدابات والأجور وتجيع الالتحاق بالقطع الخاص وتقاعد المبكر خطة كاملة يعني تعمل عليها الحكومة بش تقنع اتحاد الشغل انه يوافق على الاجراءات متاحة وخليني يقولكم انه فيما برشة اجراءات اليوم تغضب بالمواطنين لانها اجراءات تعتبر في الوضع هذية بالذات الوضع الاقتصادي الصعيب اللي المقدرة الشرائية مهترقة اللي الناس ما في حالهيش معناها بالحق نجي ونلقاو رفع الدعم على مواد اساسية على المحروقات على العجين على كل شي يعني في الحقيقة المواطن ما هوش نقصره مش خالط على الحوت ولا الحم ولا حد شي يقولك هنا يعني حتى شوية خضرة معناها مش خالطة عليها اللي هو المهم انه اليوم فما توجه الى الترفيع في كل شي انه كنتي بيش تقضي تخلي ضريبة في الكيسة اللي انتي فما اموال مجمدة يعني اموال ما مسهش اصحابها مدة 15 سنة تناجم الدولة تاخذهم في بعض الحالات طبعا مدروسة لحالة هذه توجهات الحكومة حكومة نجلة بودن يعني الحقيقة ما زالت بين اخذ ورد ردود فعل مختلفة لان الناس الكلة في انتظار انه يصدر القرار متاع او القانون متاع المالية لسنة 2022 وميزانية الدولة لسنة 2022 في العادة يظهر يظهر معناها القانون هذا يتم الاعلان عليه من قبل ويتناقش في البرلمان عادة ومبعد تصير هاكي الاحتجاجات اللي تصير كل عام معناها تصير في مختلف فلاجئات على قانون المالية على الاجراءات الجديدة والجيبية والضرائب وإلى غير ذلك في السنة مازالت يعني العباد مش فهمة أصلا شنوه هي الاجرائت والاشنوه الضرائب هذه تقض لكلها رأي مجرد تسريبات صحيح فيها جينب كبير من جس النبض من جس النبض للشعب التونسي يعني كيفيش بتكون ردة الفعل امتاعه وخليني نقول أنه اليوم برشة وينسا خاصة من معالذي قيس سعيد يقول لك اليوم الشعب يعني يذم في المنظومة بتاع قبل 25 جويل يذم في المنظومة هذيك اللي عملت فينا اللي فقرتنا اللي جوعتنا اللي احنا توا منيش خالتين على حتى شي بسبب النهضة واللي حكموا معاها ناس كل في العشر السنين اللي فيت ويقولك به ايبا هك هك وفقت قيس سعيد وعمل معناها إجراءة 25 جويل وغذي بزمام الأمور تستير اشنو اللي صار نقصة الأسعار لا المعيشة تفرهدت لا تحسنت الأوضاع يقول لك لا على أرض الواقع امشي يسأل أي حد ولا اللي هو تقول وانتي المعيشة غليت ولا رخصت ولا تحسنت ولا لا يقول لك لا المعيشة غليت برشة تدهور في كل المنظومات بتبيعها المسئولية ما يتحملهيش قيس سعيدة كاورا مسئولية تاريكة كاملة متى عشر سنين كاملين منذ الثورة إلى الآن كل شي تبدل يعني ما خدمنيش على رواحنا زاد احنا خلينا نكون واضحين وكان خدمنا على رواحنا رانا ما وصلنيش للحالة اللي احنا فيها توا معناها من السياسيين بتبيع الحال تحملوا المسئولية لكن نحب نحاسبوا يعني المنظومة الجديدة بعد خمسة وعشرين جويلية فقيس سعيد يعني أصلا تحط في الرئاسة في 2019 أو يخل 2019 في الانتخاب ثم بعد بصلاحيات معدومة لرئيس الجمهورية كيف أخذي بزمام الأمور وقتيش من خمسة وعشرين جويلية الخمسة شهور اللي فيت ودومة يعني ما نجموش نحملوا قيس سعيد كل المسئولية هي مسئولية مشتركة بين نسي كلها لكن خليني نقول إجراءات حكومة بودن حكومة قيس سعيد رهي إجراءات خطيرة جدا على المقدرة الشرائية بالنسبة للتوينسة بالنسبة للمواطنين الكل اللي اليوم معاديش فم تبقى وسطه اللي كانت في حدود 80% من شعب تونسي مثلوا تبقى الوسطة اليوم معاديش فم يفقير على الأخر يا إما غني على الأخر وهذا فيه إشكالات كبيرة برشا تنجم توصلنا لقدر الله إلى أزمية